أسعد الله وعقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا على يوم السبت خمس أذار مارس القمر الآن موجود في منزلة الشرطين موعد بث الحلقة اللي هو من مساء يوم الجمعة طبعا القمر راح يظل في هاي المنزلة لغاية منتصف الليل بتوقيت غرينيتش وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء لأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر زي ما حكينا القمر راح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وثلاث دقائق بعد منتصف ليل الجمعة على السبت أما من يوم السبت كامل هو القمر راح يكون موجود في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر الآن موجود في برج الحمل وبما أنه في برج الحمل معناته التأثيرات على جميع الأبراج في هاي الفترة أنه منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي ما زالت مسيطرة واللي بتعطي تأثيرات خلال هاي الفترة أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها لغاية اليوم أو بتنتهي هاي زاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي زاوية الخطيرة اللي حكينا تأثيراتها بتضل لغاية يوم ستة أو سبعة ثلاثة كزاوية متصلة فعشان هيك هاي زاوية هي اللي بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتلوا هذا الاتصال وبتدل كذلك على أن هاي الفترة بتشهد اضرابات للعمال وممكن ترافقها عمل شغب أو حوادث عنف وبتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازديال حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وبرضو تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران اللي هي السلبية ما بين الزهرة وما بين بلوتو وهي تأثيرات لغاية يوم ستة ثلاثة هي اللي بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهي اللي حكينا أنها مستمرة لا يوم سبعة عشر ثلاثة طبعا بالنسبة لهذه الزاوية هي من ناحية إيجابية بسجة وعام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن من سلبيتها أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل في عنا أول إيش زاويتين مع القمر وزاروية اللي هي اقتران الشمس مع المشتري اليوم ذروتها طبعا بالنسبة لزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح يكون الساعة 11.55 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم السبت بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي اليوم ذروتها واللي هي رفعة حضوض كوكب المشتري طبعا هاي تأثيراتها اليوم يعني هي مستمرة بنقدر نحكي لغاية يوم ستة أو سبعة ثلاثة كأقصى حد بتدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة إلى الزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات العصر لغاية ما بعد منتصف الليل نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية فعشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية ولو إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي في هاي الأعضاء لازم مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل وهذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فاليوم مناسب ما في أي مشاكل وما في يعني من النوادر أنه يكون فيه أعراض خلال هذا اليوم مع بعض الأبراج يعني فعشان هيك فقط أنه ممكن الأبراج الترابية هي أكثر اللي يشعروا في هذا الأمر أنه يشعروا ببعض الأعراض بس هي بنادول ويفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ستة ثلاثة اللي هو يوم الغد بيبدأ في تمام الساعة أربعة ودقيقة صباحا بتوقيف جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء صباحا سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا يعني بمعنى آخر أنه خلو المسار هو أربع ساعات يعني فقط لا غير بساعات الصباح بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر لورج الثور بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير أربع أيام نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة هي سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الدلو حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبتقدروا اليوم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة وممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شيء أنك تتحرك وما تنتظر إنه الفرصة تيجي لعندك عشان هيك لازم أنت اللي تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت تعتبر هاي الفترة بداية جديدة لألكم برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحدكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر اليوم ببعض الخيبة فعشان هيك ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وطباعك أنت اليوم برضو متقلم ومزاجك متعكر فعشان هيك ما تخالف القوانين ولأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة واليوم بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزولاء والأمور اللي إلها علاقة بالوضع الاجتماعي برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد وحاول أنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشاوير أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد القمر بما أنه في البيت التاسع وهو برج حليف لإلك وقوي فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتقدر اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة وبتشعروا بالاعتزاز والفخر أهم شيء أنك ما تستسلموا وما ترضخوا لشروط ما بتناسبكم وممكن اليوم تناقشوا أي موضوع بمنطق برج العذراء بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراهم وتتجنب الكلام الجارح وتحاول أنك تكون اليوم دبلوماسي ومرن بدون أي مشاحنات ومشاكل برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر ببعض الهلع لضيق الوقت فعشان هيك بتكون تحاذروا التراجع الصحي ما في خوف كثير يعني ما ولكن حاول أنك ما تتعب حالك لأن طاقتك ضعيفة إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات بدك تتجنب المشاكل وحاول أنك برضو ما تتصلط على الأشخاص اللي حوالك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزمناء لإلكم نضموا جدول غذائكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن اليوم تبدأوا مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن أو من الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة عشان هيك بدكوا تحاضروا من الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ومن المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهاي تعطي فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية جدا وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر هاي الفترة من الفترات الإيجابية عاطفيا وماليا وعلى مستوى الأحبة وعلى مستوى الأبناء ومستوى الهوايات برج الجدي اليوم تركيزكم كله رح يكون على البيت فعشان هيك اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية عندك لمناقش أكثر ولمرون أكثر وضبط أعصاب أكثر بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات غصبت عنك لأنه أساسا يعني في أحداث ممكن تظهر بأي وقت تلفت انتباهك فعشان هيك بدك تمسك أعصابك أول شيء وبرضو حاول أنك ما تفقد السيطرة عشان ما تتعرض للمحاسبة وربما أنه يكون فيه تحديات واستفزازات برج الدلو ابتنشطوا اليوم في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم كبيرفت الأنظار والإعجاب فهي فترة ممتازة لازم استغلالها برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية اليوم ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء